يعطيكونا عافية بهذا الفيديو بنا نعمل على موضوع التراجيكتوري وماننطلع التراجيكتوري للبوينت M يلي عنده فعندي ثلاثة فعندي ثلاثة فكتور كما شايفين قدامكم ماننحاول نعرف هيدا البورتيكل M على شو عم تتحرك فلحط نطلع التراجيكتوري مثل ما اتفقنا بالفيديو السابق نحن لازم نلاقي علاقة بين X و Y وما يكون فيه بقلبة T بس نحن بنعرف انه X و Y هون فيه بقلبون T فكل شغلنا بدي يكون انه كيف نتخلص من T ويطلع عندي بس في X و Y بأكوشن واحدة وتكون تشبه واحدة من الأكوشن اللي تعلمنا لحتى نقدر نعرف النوع اذا طلع معنا شي ما بيشبه هون فبيكون هيدا نوع تاني غير اللي نحن حطي نعب بالنوت طبعا الفيديو الماضي فاول خطبة انه نعملها هي انه نكتب البرامتريك اكوشنز شو هين البرامتريك اكوشنز انه X و Y بالنسبة ل T ليش عشان نعرف X شو هي وال Y شو هي وشير T وعوض باكوشن حطي يطلع عندي بس فيها Y و X شو الشي اللي فينا نعمله هون بتلاحظوا انه T موجودة بال X و Y فوق ففينا كيف نخلص منها ل T فينا نعمل مثل مثل انه نحل system هون يعني نشوف T شو بتساوي بالنسبة ل X يعني اذا انا قصمت على خمسة هون هيطلع عنها T equal X على خمسة هادي T equal X على خمسة موجودة هي زيتها بال Y صح؟ ففيني شيل T من Y وحط محلة X على خمسة صح؟ فشو بصير عندي يصير عندي Y equal محلة T X على خمسة ناقص واحد يعني X على خمسة ناقص واحد هادي هي الإكوشن للتراجيكتوري ليش؟ لانه وصلت العلاقة بين Y و X مفي بقلبة T طب هل بتقدروا تعرفوا شو نوعها هادي التراجيكتوري؟ هادي التراجيكتوري هتكون ريكتينينيار وعم تمشي ال point M على straight line ليش؟ لان الإكوشن لائلة طلع معي Y equal A X plus B لانه A هون هي واحد على خمسة والB هي ناقص واحد نشاك هي X على خمسة ناقص واحد فالA هي واحد على خمسة والمضروبة بX ناقص واحد يعني هي B فمن هون بعرف أنا انه عم بتحرك على straight line وانكريزي كمان straight line لانه A positive هيدا من نسبة لأول part تاني part نفس الموضوع هنبلش بأول خطوة هي X equal to T والY equal 40 square plus 4 شو التراجيكتوري كمان منلاحظ انه T بقدر جيبها بالنسبة ل X من أول فوق يعني T equal X على 2 2 وبقدر عوضها بقيمتها وان بالY فاذا عوضت T بقيمتها بالY عشو بحصل بحصل على Y equal 4 بنهل لان X على 2 2 زائد 4 يعني اذا برفع power على X وال2 تحت بيطلع عندي 4 مرة X power 2 على 4 زائد 4 فال4 مع 4 فين اختزلن حيطلع معي بالاخر Y equal X square plus 4 هيدا شو هيدا شو بتشبه Y equal X square plus 4 بتشبه Y equal بما انه في X square يعني مثله مثل A X square plus B X plus C والA هون equal 1 B equal 0 والC equal 4 بما انه طلع معي هيدا الفورم بستنتج انه شو نوع التراجكتوري اذا بنرجع للفيديو السابق نعرف انه هي بارابولا اوكي طب سؤال صغير هل هي بارابولا ولا انفيرتد بارابولا بما انه A equal 1 A هون positive وبالتالي صارت شو بارابولا يعني شكلها كيف هيطلع هيطلع شكلها هيك مثل حرف U تمام حسنا طيب اخر واحدة فيها sin و فيها cos كيف بدي حلق مجرد ما تشوفوا sin و cos في عندي خطوات اساسية لازم نمشي فيها دايما نشتغل هيدا الشغل اللي بدي اشتغله حلق اول شي مثل العادي نحط X و Y كيف بدي اقدر طير هل فيني مثلا لنقول فيني اقول مثلا إذا sin 2T يعني مثلا شيل الصين وقصمها هون على sin مثلا و بيبقى عندي 2T لحالة هل هذا الشي مصبوط اكيد لا يعني مثلا لك شو قصدي إذا انا عندي radical T مثلا equal to يعني T equal to اسمي radical فاضي مثلا فيني اعمل هيك اكيد لا وبالتالي ممنوع انا شيل شي من قلب الصين ماشي طب شو الحل شو اللي بدي اعمله الحل هون انه ارجع لأيام الماضي بالتريجونومتري في شغلي منعرفها كلنا اياتنا انه كوسين power 2 لألفة زائد sin power 2 لألفة شو بتساوي بتساوي 1 اذا انا قدرت شوف الكوسين شو بتساوي شوف الساين شو بتساوي ورفعتهم سكوار 2 اثنينتهم وجمعتهم بقدر ساعتها احصل على relation ما بيكون في بقلبها هيدا الشي اللي جوا يعني الالفة اليوم بتطير الالفة صح؟ لا تفهموا شو عم بحكي خليني فرجيكم شو هنعمل هون اللي هنعملوا هنقول انه إنه الساين 2T بتساوي x على 5 والكوسين 2T بتساوي Y على 5 اللي عملتوا انه انا جبت بس الخمسة بالجهاتان يعني قصمتها خمسة بالجهاتان فهاك انا حصلت على الساين 2T والكوسين 2T شو بتساوي طيب انا انسوا امر 2T 0li جوا شو اللي بدي اعمله هون بدي استخدم العلاقة يلي بتقول ساين سكوار الفة زائد Y Y Y Y Y Y يعني sine squared alpha يعني sine squared لـ 2t لون الالفة هي 2t وسين squared لـ 2t شو بتسوي 1 طيب شيلوا sine 2t شو فيكن تحطوا محلها فينا نحط محلها x على 5 وشيلوا وسين squared 2t شو فيكن تحطوا محلها فيكن تحطوا على محلها وعلى 5 شو بيصير الجواب معنا بيصير عندي x power 2 على 5 power 2 يعني اللي هي 25 زائد y power 2 على 5 power 2 اللي هي كمان 25 شو بتسوي بتسوي 1 هاي دي بعدني عم طبق انا تمام وشلتها وعوضت يديك محل يعني دخليني ارجع عيد باختصار الخطوة شو هي اول شغلي منشوف شو بتسوي الساين للشي اللي بقلبها ومنشوف شو بتسوي كوسين للشي اللي بقلبها يعني لل 2t ومن بعدها منطبق relation sin square زائد cos square equal 1 هاي دي تاني خطوة تالت خطوة هلا اني كمل باخد common denominator يلي هو 25 عشو بحصل بحصل على x square زائد y square على 25 من بعد منا بعمل كريس كروس خانيني بس هون يفرجيكم الخطوة شو صار اخدت 25 common من الاولى x power 2 من الثانية y power 2 equal 1 جهت عملتي حصلت على هاي دي نهاية حصلنا على x power 2 زائد y power 2 equal 25 يعني وصلت ل relation بين ال x وال y ما في بقلبتي شفتو كيف طارت التي هون بهذا الطريقة هاي دي اكوشن لشو هل بتعرفوه هالشي معروف عنا يس في شي معروف عنا مرأب معانا كمان بالفيديو الماضي هاي دي شو بتشبه هاي دي كأن x-0 power 2 زائد y-0 power 2 equal 5 power 2 25 صح؟ هاي اي زيتا مين اي زيتا اي زيتا هاي هاي الاكوشن للسيركل تمام هاي زيتا هاي دي فشو نحصل نرى هون نحصل على سيركل شو السنتر الى و شو الراديس الى مثل ما قالنا هي x-0 power 2 زائد y-0 power 2 equal 5 power 2 معناتها الاي هون هتكون هي عندها 0 0 مثل ما قالنا الاي هي x الى الاي والبي الى الاي والراديس حيكون شو بتصوى راديس الى 25 يعني هي شو 5 متر هاي دي هي هاي دي هي الى هاي دي التراجكتوري اوكي فهدا هو الجواب اللي حيطلع معنا كأن هاي يعني هتطلع سيركل أوف سنتر 0 0 اي عنده 0 0 والراديس هي 5 متر راديس